استعراض شامل لمنتجات شركة الصناعات الجوية والفضائية تساش في العاصمة أنقرة الشركة الوطنية تمثل أحد أهم ركاز الصناعات الجوية في تركيا تعرض على رأي العام آخر ابتكاراتها في حفل التعريف بمئوية المستقبل التركية أنقى ثلاثة المقاتلة المسيرات على غرار كز الألمى والمروحية الهجومية تاك اثنين وإذن لهم كان دخول المقاتلة الوطنية المدرج وأعلان اسمها رسميا إذ أطلق عليها كان وهي مقاتلة من الجيل الخامس بدأ العمل عليها منذ خمس سنوات نعيش يوما مشهودا في تاريخ الدفاع والطيران في بلدنا مقاتلتنا الوطنية كان ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها بأدائها العالي إلى ترسانة القوات الجوية تركيا ستكون واحدة من خمس دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم السلام والعدل والحق ستترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا ما تحققه الصناعات الدفاعيات التركية اليوم يمثل مشروعا استراتيجيا وضعت أساساته في سبعينيات القرن الماضي لكنه حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة بدخول مئات المشاريع الجديدة حيث التنفيذ حرجية المقاتلة النفاذة استعرضت اليوم في احتفالية مئوية المستقبل وهي قيد التجارب أيضا فيما تنتظر المقاتلة المسيارة أنكا ثلاثة بدأ مرحلة الطيران التجريبية خلال الأيام المقبلة لتمثل إضافة قوية لسلاح المسيارات التركية أنكا ثلاثة هي أول مسيرة مقاتلة بمحرك النفاذ تنتجها الشركة انتهت التجارب عليها في الأرض تجربة التحليق لأول مرة ستكون خلال أيام تستطيع حمل مختلف الأسلحة يوجد بداخلها خزان سلاح ولديها القدرة على التخفي من الرادار مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية وباستخدامات متعددة إلى جانب مسيارات أكسونغر وأنكا واحد وثلاثة هي ما قدمت الشركة الصناعات الجوية والفضايا التركية اليوم في حفل التعريف بمئوية المستقبل مؤكدة من خلالها أن مشاريع الصناعات الدفاعية تسير لتحقيق جميع أهدافها حظي قطاع صناعات الدفاعية في تركيا باهتمام بالغ خلال العقدين الأخيرين وهو ما اتضح جرييا من خلال ما تحقق من رفع للمستوى الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة التركية إذ وصل إلى نسبة 80% يضاف إليه دخول البلاد سوق السلاح كدولة مصدرة للمسيارات الحربية والعجلات المدرعة أحمد سعيد تارة عربي أنقرة